السلام عليكم كل سلام وانتوا طيبين وبخير عملين ايه؟ عيد سعيد فرشنا بقى الشقة الحمد لله في الوقفة بسم الله ماشاء الله طول النهار بقى في رمضان كده وإحنا صايمين اخر يوم رمضان فرشت الملايات وزبطت لكل حاجة على فرش السجاد بس تمام فطبعا كنا صايمين وتعبانين وكمان ما كناش متأكدين يعني تاني يوم العيد المهم انا فرشت السرير كده وده بقى بعد الفطار بعد ما فرشت السجادة معرفت ان الوقفة بقى النهاردة الوقفة والعب بكرة رحت بقى مساحة الارض وزي ما انتم شايفين كده وفرشت السجاد هنا كده بقى السرير خلصته لان بقى ايه؟ نمو عليه ورجعت بقى عدلته كده زي ما انتم شايفين جنة لها كده زبطته هنا بقى عند الانتري برضو الانتري زي الفل انا مغسلتوش بصراحة هو انضيف محدش بيجي هنا خالص بسم الله ما شاء الله اللهم اصلى على النبي الدنيا نضيفه هنا اه صلى على النبي يا جماعة وكل سنوط طيبين وخير هنا بقى في مخدات كده على الانتري التاني هنزللها بس كده في الارض وده المصالية طبعا عشان لو حد عايز يصلي طبعا يصلي المصالية قدام اللهم اصلي وسلي مبارك على سيدنا محمد هنا حطي بقى مفارش كده بسيطة حاجات بسيطة كده على الكنبة الصغيرة متجان بقى كده زي ما انتم شايفين الكنبة الكبيرة ده كده جيتارحها يا جماعة بتاعت فستان بتاع فرح بتاع الزمان فهنا عاملها كده زي ما انتم شفته على الانتري هنا الكرسين كده زي ما انتم شفته ده شكل الصالة والنيش برضو معملتوش بصراحة في حاجات كتير معملتهاش مش مهم طبعا انتم عارفيني ان العيد جاي في ايام مدارس والدنيا مزلوها معاني بس يعني الدنيا زي الفل الحمد لله هنا بقى هندخل كده على قوة الجنة برضو كنت مزبطها قبل الفطار السجاد نضيفه زي الفل الحمد لله طبعا غسلها كله معاكم واستجاد وعملت لكم كده فيديو بروتين تشجيعي في السجاد وهنا بقى رمى استطارة دي كده الجو حرر بصراحة واستجادها كده نضيفة وخلاص بقىها في النور هخرج بقى من القوة دي الطرقة بقى بتاعتي فيها مرية كده زي ما انتم شايفين متعلقة اه هنا بقى للصالة اللي فيها الانتري للضيوف وهمشي كده بقى في الطرقة هروح بقى على غرفة المعيشة يعني هنا المكان اللي احنا عاديين فيها استنى وبقى هفتح معاكم النور اه هنا بقى احنا عاديين على طول كده قدام الشاشة اه بسم الله ما شاء الله وحطي هنا التلاجة اه رأيكم فرستها لدي انا لسه شاريها اه اشتريتها يعني وعلقتها على جيد اه بصوك رأيكم رأيئة كده ولونها عجبني اه وما فاش اي الوان دخلة فيها عشان طبعا تليق على اي نوع فرش او اي نوع سجيد نوصحها مني اما تجيبوا ستاير اه هاتوها كده سادة تليق على اي فرشة عندكم حتى لو حطيتوا لونه احمر هيليق تمام فهي دي الستاير كده هقفل بقى الشباك كده واريكم شكل السطارة اه وهي مقفولة بس بقى ما اقولي رأيكم ايه انا فاكريني الفيديو بتاع سوق الثلاث لما كنتم صارتكم في الستاير انا اشتريتها ساعتها وشلتها ووديتها بس ركبت لها الشريط رأيكم هي صراحة رأيئة كده وعلى قد بس تشباك وبابل بلكونة اه شكلها بصراحة فرق جدا في الصالة وديت شكل حلو قوي طبعا انا شايلها اي حاجة جديدة بنجيبها وبنفرشها في العيد بتغير طبعا الشكل خالص ودي السجاب بتاعي عندي فسانونتوا شايفين كده اه فرشته والحمد لله خلصت كده بعد الفطار اه اللهم صالي وسلم وبركة سيدنا محمد عربة اواريكم البلكونة اه البلكونة عندي برضو يعني كنت مسحق قبل الفطار ومفهاش حاجة بصراحة فرش كده فرشة كده بسيطة وهشل كان فيه كده غسل لماية وعلى الكرسي وشلته كمان دخلته جواه زي ما انتوا شايفين كده شكل البلكونة ايه رأيكم اه دخلت بقى كده على الصالة بس طالة ما فيهاش حاجة عشان طبعا احنا قاعدين هنا على طول اه دي قضة الولاد اه زي ما انتوا شايفين كده بس ادام الصغير نعم على السرير التاني فما صورتهش معاكم ده الطرقة كده وهنا حتى بس حاجة بسيطة كده مش عاملة دقرات اه ولا حاجة قوية هعمل ايه بقى هدخل كده جيب الترمس زي ما انتوا شايفين هنقيه كويس اي حاجة بايزة فيه اه دي جاولة وبسيطة كده في الشقة زي ما انتوا شفتهم معي هنحضر بقى الترمس مع بعض هنقيه اي حاجة فيه هاشيلها خالص صمعي ربع كيلو حمص وكيلو ترمس مستورد الحمص والترمس المستورد بيستويه بسرعة جماعة باخدش وقت خالص هنقيهم كده كويس اي حاجة فيها بايزة هرميه عشان ما اتمررش التعم معي بسم الله ما شاء الله ما اخدتش وقت خالص والترمس تعمل معي هتشوفه معي كل حاجة هخسله بقى كويس كده كزا مرة عشان لو فيه ترابة وفيه حاجة اه يبقى زي الفل كده معيه والمية بتاعته نضيفة وبعدين اه هنقعه وحطه في طبق كبير وهنقعه بقى اه ساعتين تلاتة هعمل كزا حاجة كده وهرجع بقى ايه اكمل التسوية بتاعته هنا خلاص قدت نقعته حوالي ساعتين او اكتر هجيب بقى احلة كبيرة كده وحط فيها الترمس زي ما انتوا شايفين كده والحمص هما بياخدوا نفس السوا اه لو بلدي جماعة بياخدوا سوا جمد او غلبة هحط بقى الترمس كله زي ما انتوا شايفين كده والحمص وغطي بقى عليه وسيبه ياغلي كده مع نفسه وياغلي كده ايه حوالي اه نص ساعة تمام وبعد ما ياغلي نص ساعة اوضت عليه خالص واسيبه كمان حوالي ربع ساعة وبعدين هطفي عليه البتوغيز خالص واشيره من على البتوغيز هسيبه بقى كده من قعف المية زي ما انتو شايفين لحد ما المية تبرد خلاص كده الترمس بتاعي كان يستوي خاتش وقت معي زي ما انتو شايفين كده هجيب بقى معي الملح هحط كده الملح طبعا حسب الرابة ما ما حبش الحاجة ملحة قوي يا ملحة مزبوط بحبي كده فحطت كده الملح واحط بقى مية وده وطبعا عشان هنأكل منه باخد شوية بشوية كده وعمله زي ما انتو شايفين بس كده والترمس معي كان يتعمل وزي الفل جربوه بطريقة دي بجد سهل وسريع وطبعا تسليح كده وفي العيد بقى عايزين نتسلى هنعمل ايه وعملت لهم بقى ترمس وجبنا كحكة وبسكوت الحمد لله والشوكولاتات بقى وحاجات العيد كل سنة طيب اليوم ده ما عملتش اكل بقى اول يوم العيد زي ما انتو شايفين كده جبنا كشري ودي حاجة داعش مقرمش بيجي كده مع الكشري اللي هو المحمص ومعه بقى الدقة والسلسة زي ما انتو شايفين كده بصراحة كفيانة بقى اكل وطبخي في رمضان ناخد بقى يوم اجهزة وناخد ريست كده ونرتيح زي ما انتو شايفين كده غير بقى احنا ننزل نروح للقريبنا وقريبنا يقولنا فما فيش وقت كل سنة طيبين وبخير متنسوش اللايك ولا اشتراك في القناة فضلا وليس امرا وتشتركوا كده معي في القناة وتشجعوني يعني عيد سعيد علينا وعليكم باذن الله كده الفيديو يترفع معي كل سنة طيبين وبخير لو وصلتم معي لحد هنا ما تنسوش في اللايك زي ما انتو شايفين كده بقى الكشري طلعت الكشري كده من الكاس والسلسة وكل واحد بياخد العلبة بتاعته وخالص على كده وكمان ما فيش موقعين الحمد لله ولا اي حاجة في الحود يلا فاماني الله مع السلامة ما تنسوش في اللايك ولا اشتراك في القناة